بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام ورحمة الله الرحمن الرحيم الحكم الشرعي للاحتفال بأعياد الميلاد للأسف الشديد أكثر الناس اليوم إلى مرحب ربي بسبب الجهل بإعلام الشرعي يفعله بدعا ويبتدعو في دين الله ما لا يس فيه ولا يعلم أنه يأثم إثما كبيرا والبضعة إثم عظيم لأن كلمة بدعة منعن إنسان بيسن سنن ليست في الدين فجعل من نفسه مشرعا ومن جعل من نفسه مشرعا فجعل من نفسه إلها وجعل من نفسه ندا رب العالم سبحانه وتعالى قال في الحديث إياكم وحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يعني عصر أسأل أقول لك لذلك السيدة عيشة قال سمعت رسول الله يقول الحديث صحيح مسلم من عمل عمل اللي ليس عليه أمرنا فهو رد أي مرضود عليه مرضود عليه مرضوش سواب بالعكس هو بيأسم فمن ضمن البدعة ده الكلام ده لو عمل سنة وكتهد وصلة بس بالطريقة غير قطع فمنكم بقى بلي بيعمل بدعة وبيعملش عبادة زي الحاجة اللي نتكلم فيها دلوقتي عياد الميلاد يأتي اليوم اللي يتولد فيه يروح عمل عيد ميلاد ويعزم ولا الزوجته ولا الأولاد ويعزم الناس والناس بتيجي وهدايا كل ذلك اسم كبير اسم كبير الرسول عسام قال يعني الحديث صحيح أن الأنصار قالوا قالوا كان لنا عيدا في الجاهلية فكنا نحتفل به فجاءنا الرسول صلى الله عليه وسلم ونحن نحتفل به فقال له ما هذا الذي تحتفلون به فقال له يا رسول الله عيدا لنا كان في الجاهلية فقال لهم إن الله قد أبدلك خيرا من هذا إيدا الفطر وإيدا الأضحى وفي رواية الأخرى فنهانا فنهانا وهو لحضر لكم الدليل القاطع على بدعية هذا وعلى اسم لهذا الفعل هل سمعتم أبدا إن حد من الصحابة كان بيحتفل بأي بلاده فلاش الرسول صلى الله عليه وسلم لموضوعه في خلاف طبعا الرأي الصحيح صح إنه لا يوجد جزء احتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم لكن أنا أقول إنه صلى الله عليه وسلم له خصية ملاشة عمرك وسمعتم إن سيدنا ووقف صديق ولا سيدنا عمرك وخطاب هم أفضل اتنين في الأمة كلها كانوا بيحتفلوا بأي بلادهم هل حد جاء بعدهم كانوا بيحتفل بأي بلادهم هل ملاش يعني ان نصر عيد النصر وعيد ستة أكتوبر وعيد الجلاء وعيد الشرطة وعيد الأم وعيد الأب وعيد الحب وعيد الفلاح وعيد العمال وعيد هذه بدعة. بلاع لكم نصر ستاكتوبر ولا غزوة بدر؟ هل الرسول صلى الله سلم سن الاحتفال بغزوة بدر؟ أعظم غزوه في التاريخ ولو كانت رسول السلام والصحابة انتصروا فيها لكان اضمحها للإسلام وانتهى تماما. مع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم عمره محتفل بغزوة كانت تمروا عليهم اليوم بتاعها ولا حتى كانوا يفكروا فيها لو يتكلموا عليهم. غزوة بدر حصلت اثنين رمضان السنة التانية من الهجرة. هل السنة اللي بعدها تلاتة رمضان واربعة رمضان كانوا بيحتفلوا باثنين رمضان؟ ولا كانوا يتكلموا على صيد غزوة بدر القالص ولا جابوا سرطة؟ بلاش؟ عادثة الاسراء والمعراج اعظم حادثة. هل الرسول صلى الله عليه وسلم وقت هذه الحادثة دي وكان بيحتفل بها هو الصحابة؟ ما قيمة العادل تافهة اللي نحتفل بها دلوقتي امام الاسراء والمعراج او امام غزوة بدر. بلاش فتح مكة. هل صحابة بعد موت رسول صلى الله عليه وسلم بيحتفلوا بفتح مكة واليوم الفتحة في مكة؟ ما حصلش. طبعا انت تحتفل بعيد بلادك والناس ترسل بلاقي البعض لا يجوز التهنئة ولا يجوز الاحتفال ولا يجوز انك تقول له واحد كل سنة طيب بسبب عيد بلاده ولا يجوز انك تروح له تدله هدية ولا حتى تتصد بيه ولا تبعط له برقية ولا تقول كل سنة طيب كل هزيه بدع. والاحتفال بكل الاعادلة تتشوفها ديه بدع. يجب ان يجب ان يتكلموا وانعوا الناس من الاحتفال بهذه لانها ديه بدع وسنحاسب عليها هم القيامة الان نtteدع في دين الله سبحانه وتعالى ما ليست هناك. ما mansبي بسء اوه. 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 و Jerusalem. اوه. 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 تخصيص لان الاعياد دي تدخلص ربنا هو لديه سنن. ربنا هو ربينا وسبحانه وتعالى الذي يحدث عيد. من اللي شرع عيد الفطر وعيد الاطح like? شفرنا سبحانه وتعالى. ازا التعييد توقيت لاعيادها بتعرض بنا. مين اللي عمل شهر رمضان مشابرة صحيحة تعالى وقتل وقت معين ينفع ينفع ان احنا نخترع اعياد من نفسنا يبقى احنا جعلنا من نفسنا مشارعين ماينفعش فماينفعش حد يحتفل لا بعيد ام ولا بعيد ام يعني انت لو احتفلت بعيد الام وطرح تصلت الام وكنت الكنسان طيبة ورحت لو جبت له هدية بتأسم ربما تساب على البر بتاع الودل لكن بتأسم اسم اكبر لك انت تعرف دين الله لك احسنت للامك و احسنت الام وللساء الرب العميس أيوم مقدمум حق الام ولحق الرب الام والإحسان seventeen progression معين بدون شرع إنه هو ده عيد الأم بل خصص العمل اليوم ده جعل نفسه إله هذه معنى البدعة الناس طبعا مشفاهنا عليه معنى البدعة مشفاه من الأعياد دي بتحاجة بتاعت ربنا هو اللي بيشرحها مش إحنا اللي بيشرحها لا يجوز لنا الاحتفال عمل أعياد من نفسنا العيد شم من سيم والاحتفال بمجرد الاحتفال والخروج في هذه الأيام اسم كبير كبيرة من الكبائر بل من الأكبر الكبائر اللي بتصلي لو أنت عارف وتتعمد الليسان يتعمل يعرف الكبير ولكتويت تكررها وهو فاهم تحول إلى أكبر الكبائر هل ترجعت من نفسك ندا لرب عام سبحانه وتعالى لحد يحتفل بعيد ميلاد ولا لبس ولا زوجته ولا لحد يحتفل بعيد أم ولا عيد أبا ولا كل الأعادات تشوف فيها دي حتى لا يجوز إعطاء فيها أجازات وتعطيل للقوة الغاليمة من الشعب كل هذا هي بدع كل هذا هي بدع فلو أنت تتقل الله سبحانه وتعالى ولا تعاممش لأولادك عيد ميلاد ولا لزوجتك ولا لنفسك ولا تقول له واحد كل الأع Burns ولو اللي هو قال teams أتقل الله تقتل لأنك إثبت إذا كنت راضي بهذا ممتساعد عن البدع your spirit الأيis لا مدهنة في دين الله لم ترحين أحد يغلط قدامك ويقوم بالام TL تقول له دي بدع لا، ليس من السنة أنت تقول لكم سلام طيب أنا أحتفلش أعيب ميلاد أو أعمل أعيب ميلاد فأنا سأكتب لكم هذا كلام ولا يجوش شراء طرطة سأكتب لكم كل هذا كله وحكم الشرعي لعلماء أو اللجنة دائمة للفتوى انسيقون شؤون الرشاة الإنفسار العظيم العلم علما في الله أجرم عامل يوم القيامة لأنكم كذلك مقوم شايت وشيوش وعليل جرس وعشرق في قناة لأصلاك من كل جديد وساعدونا عشر السنة تباية كل قولي هذا استخفى الله لكم